سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة انهاء السباق بزمن وقدره سبع ساعات وخمسون واربعون دقيقة وسبعون وثلاثون ثانية على الجواد بازوكا لماجوري فيما جاء في المركز الاول فارس فريق فيكتوريوس فهد هلال الخاطري وفي المركز الثالث فارس فريق فيكتوريوس جعفر ميرزا وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان سباق 160 كم لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حمل في طياته المنافسة القوية والمثيرة بين الفرسان المشاركين واوضح سموه ان بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد حققت نجاحا كبيرا من حيث المستوى الفني المرتفع الذي ظهر عليه الفرسان والاستبلات والمنافسة القوية في جميع مراحل البطولة ومنها سباق 120 كم و160 كم وهو مؤشر ايجابي بان البطولة القادمة ستكون اكثر اثارة وندية واشر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان المرحلة القادمة تحتاج زيادة مواصلة تأكيد مكانة القدرة البحرينية في ظل الاستعداد للمشاركة في البطولة العالم القادمة للقدرة التي ستقام في ايطاليا وسوف يصل الفريق الى الجاهزية الكاملة قبل المشاركة من خلال التأهيل والتطوير المميز والسير وفق الخطة الموضوعة للجاهزية واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وكافة اللجان والحكام وحرصهم على بذل الجهود لتحقيق النجاح للبطولة وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهانية الى الفارس فهد هلال الخاطري بمناسبة حصوله على المركز الاول في سباق 160 كيلو متر